كيف يتعامل القاضي مع المتحاكمين إليه؟ وهل يجوز له أن يرفع صوته عليهم؟ علي يجيب كان أمير المؤمنين عليه السلام شديد المراقبة للجهاز القضائي بحيث يتابع الأحكام الصادرة من القضاة في دولته وحتى تصرفاتهم أثناء المحاكمات ومما ينقل عنه في هذا الصدد أنه عزل أحد القضاة من منصبه ثم بيّن له أسباب العزل فقال إني رأيت كلامك يعلو على كلام خصمك وهذا يدل على شدة المتابعة التي كان يبديها أمير المؤمنين عليه السلام للجهاز القضائي فلم يكن يخفى عليه شيء حتى درجة صوت القاضي وذلك لأهمية هذا الجهاز وارتباطه بحقوق الناس وتطبيق القانون في الدولة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر